جزء كبير جداً كمان من تعلق الطلبة بالتعليم هو اللحظات الممتعة اللي بيقدروا من خلالها يعبروا فيها عن مواهبه يبعدوا بقى عن فكرة الكتب والمذاكرة والامتحانات اللي هم يعني بيشوفوها ان هي متعبة ولكن انا شخصياً بشوف يعني اتمنى ارجع والله الكتب والمذاكرة والامتحانات يمكن الناس كتير فهموا ان المواهبة هي ان الواحد يعرف يكون بيمثل او يغني بس لا جمعة ده مش حقيق ممكن يكون حد مواهبته الكتابة حد مواهبته التأليف ويقدر يكتشف ده من خلال المسرح على فكرة وممكن يكون حد تاني خالص عنده مواهبة الاداء الحركي وده برضه ممكن يكون من خلال المسرح تقدر تكتشفوه او حتى الادارة والتنظيم والمتابعة اللي بيعرفوا من خلال الاشتراك في العمل المسرحي عشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن دور المسرح في التعليم اكتشاف المواهب ده هيكون مع الاستاذة مونة مجدلاني المؤلفة والمخرجة المسرحية والامين العام لا الجامعة الفرنسية في مصر اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يعني هبدأ مع حضرتك في حبك انت للمسرح بدأ معك ازاي وانت اكيد في قصة مش مجاتش كده يعني صح؟ مظبوط مظبوط هو طبعا المسرح كان في حياتي زي اي طفلة بتمثل في حضانة وفي ابتدائي ودي زكريات وصور وورق لسه موجود انما اللحظة الاكيدة لاني عشقت المسرح ده كان وانا في اول سنوي لانه كان مدرسة الفرنساوي في المدرسة قررت ان هي تجهز الطلبة لمسرحية تتقدم في حفلة تخرج الدفع بتاعت السنة دي يعني الدفع اللي كانت اكبر مننا بتلات سنين تقريبا ولكن كل يعني الصفوف بتشارك مش شرط اللي بنتخرجين بس لا لا ما كانش فيه تخرج ده كانت السنة بتاعتي هي لمختارة الدفع بتاعتي هي لمختارة علشان نمازت المسرحية دي او فوقينا بسنة وبعدينا بسنة بس يعني اوكي ونفس الحكاية مدرسة الانجلش في النفس السنة فانا لقيت نفسي مشتركة في مسرحيتين الحدث اللي يخص المسرحية الفرنساوية هو انه هي مسرحية من التراث الفرنسي قرن 19 لطيفة كوميديا بتتكلم على كل المواقف اللي ممكن تصدر من عدم المعرفة باللغات فازاي ما بين حد بيتكلم فرنساوي وحد بيتكلم انجليزي لو ما فيش مترجم او المترجم مش فاهم اللغتين وبيقلف لمجرد ان هو يكسب يومه ازاي المواقف دي ممكن تتحول لسوق تفاهم كوميدي انا كان الدور اللي تعرض علي كان اصغر دور في المسرحية الدور جملة جملة وقصيرة كنت زعلانة ولا فرحانة الاول انا فرحانة عشان انا تاني ختياري جوه المسرحية وبعدين زعلانة فرحة الاولى خلصت دخلنا بقى في الاحباط اللي وراء اللي هو فين دور ياش كده انا فاهم اي حد بيبقى بيتكلم في انه انا دور صغير دور كبير مريتي بده حستي جدا ومش عارف اقوله وعلى قد وعي وادراك اول سنوي اه طبعا زمان مش دلوقتي انا مش عارف اقول ده المين وحسته محرج وحسته مهين وحسته كرمتي وجعاني بس طب اعمل ايه فمسكت وقبله انا دايما في دماغي جملة عائد الامام بلد بتاعت شهادات صحيح يعني محدش نسيها في المسرحية بس كان نفسي ااخد الدور التاني اللي حصل انه الدور الرئيسي دور البطولة اللي هو دور المترجم اللي تم اختيار الناس ليه ما نجحوش فيه لانه هما كانوا جدين زيادة عن دور الهما كانوا عايزين حد لايت شوية خفيف شوية خفيف شوية وانا مكتش عارفة ان ده موجود فيها برضو يعني اه احنا بنلعب بس بس ده دور بطولة وانا بقول جملة فبالتالي انا عادت حقيقي دي دي مرحلة نفسية عمري منستها لاني ما كلمتش فيها حد انا اتكلمت فيها وديت مع نفسي فانا عايزة وهما مش لقيين ودوروا على نفر اتنين بيجربوا فروحت المدرست اللي بكل شجاعة كده بقى مش عارفة جبتها ازاي فجمعت قوة كده وراحت قلت لها مدام علي لو حضرتك تحبي تتجربيني في الدور ده مدام علي تعرفني اقولها بتلات سنين جو الفاصل اوكي لكن ما تعرفش الممثلة بقى مونة اللي انا نفسي معرفاش فانا استغربت نظرتها ليا انا اكتشفها لسه اه فانتي قلت لها انا مش عارفة انا بقول لو عايزة تتجربيني ايه طيب احفظي الحتة دي واشوفها حفظت الحتة وقدتها اداء عجبهم من اول لقطة سواء المدرسين سواء اصحابي اللي شافوني وانا بمثل وكانهم موجودين جوه الفريق العمل وبالتالي اخدت دور البطولة من جملة لدور البطولة في المسرحية دي مسرحية الانجليزية كما نتحدثها للكاتب تريستان بيرنار وعمري منسيت الدور ده ولما ابتديت ابقى اكيد هنتكلم في دفع حوارنا ابتديت ابقى مسؤولة عن فرقة مسرح دي كانت اول مسرحية انا خليت كلام ذاتي يمثلوها ولما دربت مدرسين علشان ينزلوا على خشبة المسرح يمثلو قدام طلبتهم دي كانت اول مسرحية نعملت هنا بقى هقف معاك واسألك عن انت يعني بالبلد كده جابها من تحت بقى خالص من انت صغيرة خالص وبجملة وبعدين ربنا ارادوا بقى بطولة وبعد كده بقيت يمونة مجدلاني اللي هي بتدعم بقى اجيال جديدة باشكال مختلفة اهمية المسرح من وجهة نظرك ايه بالذات المسرح المدرسي ايه شايفة ايه الهدف منه الاجابة اللي يعود على الشباب ده اهداف نقولهم وده طبعا المسرح المسرح هو يعني حقيقي مش لاستعادة الجملة ما الدنيا الى مسرح كبير هو يعني بمجرد ما ببتدي اوجه الطلبة على تمارين المسرح هما بيفهموا البادي لانجوش لغة الجسد يعني لغة الجسد دي مش على المسرح بس بقى احنا هنستعملها في حياة الحياة بيبتدوا يفهموا اهمية مخارج الالفاظ وده مش بس على المسرح دي في الحياة بيبتدوا يعرفوا انه هما يبقى لهم عينتين نظرتين العين اللي عايشة الموقف والعين اللي بتبص على الموقف حتى لو عايشة الموقف دي نظرة خارجية اللي هما يقدروا يقيموا بيها نفسهم فاحنا دخلنا في التقييم الذاتي من غير ما نحس بعدين مش محتاج التقييم الذاتي ده بيخلي الشخص كمان محلل نفسي لنفسه ويمكن للاخرين كمان ده اكيد فده مهم جدا لتكوين الشخصية أنا كل ده بتكلم للحياة العادية ده الحياة وفق يعني مفيش داعي ان انا اتكلم على اهمية المسرح في الثقافة لانه ده معروف كل الناس ده معروف انا بس بقول انه الطلبة وهي بتتدرب بيبقى انا بالنسبالي الهدف الاساسي تكوين الشخصية كل الباقي ده بيجي في السكة يعني هنمثل وحنلبس وحيسقفوا لنا معلومات هنا وانما تكوين الشخصية بيكتشفوا مواهبهم في الرحلة دي طبعا لانه حدي لحضرتك مثل في عندي كزا نموذك طلبة حصل انه هم كانوا في الفصل مش بيتكلموا مش بيتكلموا بيتكسفوا يعني بيتكسفوا بيحرجوا خاجولين احتمال يكونوا زي وانا خايفة اقول انا عايزة اخد دور البطولة مفيش يا اما دخلوا المسرح عشان فيه حد من صحابهم دخل يا اما دخلوا علشان حابين يبقوا معايا في نشاط يا اما دخلين علشان عايزين يروحوا المهرجان اربع تيام يعني فيه اسباب كتير ممكن تدفع حد يعمل كده وهو مش عارف هيمثل ولا لأ المفاجأة بتطلع انه هم على المسرح بيخلقوا بالله انا استانيا خالص بالظبط كده لانه جوة الحياة العامة انا بيبقى عندي قيود انا نمرة كان في اخواتي وانا مستوية ايه في فصلي وانا منظور ليا ازاي من المسؤولين بتوعي والمقارنة بيني وبين قرأي بي وحاجات كتير جدا كتير تعمل حالة يعني حصار نفسي في المسرح بقى جوة جلد الشخصية اللي انا جواها بتنطلق ما بقيتش أنا مونة ما بقيتش أنا ريم ما بقيتش أنا ريم ما بقيت فلانة فبيبقى فيه تحرر من كل الوقف الشخصية دي وخليها بقى تتكلم بصوت عالي تكون هي كلاس تعمل دور بلدي تكون هي بسيطة تعمل دور متعجرفة الحاجات دي تخرج الانسان بره بره الكوقاع بتاعته تخليها اكتشف نفسه ده بتوري له الدنيا طبعا بتوري له تفاصيل ممكن ما يعديش عليها طبعا خصوصا نواف سن صغير فلسه ما عداش بالخبرة دي بزبط ده لو جينا اكتشاف النواحي المسرحية بس هو فيه ناس بتكتشف ان هي عندها القدرة على الاداء الحركي جوه المسرح مع التطور بقيت انا بكتفي بالبنات بيعملوا تصميم رقصات المسرحية علشان انا مش مضطرة ان انا اروح لسنتور يضرب زي الاول لانه هما بيتدرجوه جوه المسرح حد التاني ممكن يكون اخي يعني اكتشف نفسه ده وده او لأ ويكتشف ان هو قدرته على التنظيم رائعة فهو قادر ان هو ياخد مسئولية الملابس يجيب حاجات من علنات يكلم الخياط يجيب قماش يعمل البروفات يتطمن ان ده خلص يتكلم في التكاليف طب انا معليش عايزة توقف مع حضرتك عند نقطة كده طب ممكن حد يكون بيسمعنا دلوقتي يقول لحضرتك استاذة مونة كلام حضرتك جميل وهيل وعلى راسي من فوق ولكن بعد ما الولد يخلص درسته انتو احنا هنخليه سيبيه المذاكرة ويركز في المصر في بعض الناس ممكن تشوف الامر بالشكل ده هارك ترد عليه تقول له ايه اقول له ايه يعني المصرح المدرسي مش بتكلم بقى في المصرح بشكل عام المصرح المدرسي ليه اهمية بتعود على الولد بالاجاب او البنت بالاجاب فوليه الامر محتاجي يفهمها فلو فيه ده موجود ياريت تفهمها له ده انا بشكرك على السؤال عشان اقول لولي الامر مباشرة هو حضرتك لو سبت ابنك او بنتك يخلص فترة تعليمه الاول تبقى خلصت مرحلة نموه الشخصية ونموه الموهبة مع الشخصية ونموه الموهبة واكتشاف الذات واكتشاف الاخر وقبول الاخر وقبول النفس وحب النفس والتطور والجرأة كل ده حينتهي بنهاية يعني زي يعني بدنيا مش هنتصور حد حيطول بعد 18 سنة فهو احنا نفسيا مش هنتصور او لو هو ولد موهب توليه بالكورة مثلا وانت قلتولي لها بعد ما تخلص جامعة طب ما خلص ما فيش نديه هياخده اصلا طبعا طبعا نفس الفكرة تعليمه ده غير انه التعليم انا هقول حضرتك انا كنت دايما الاولى بتاعة الفصل بتاعتي الاولى يا التانية انا بشجع الاوائل وفي ادارتي للمدرسة قد دايما بشجع الاوائل وبوصل بيهم لاعلى مستويات بس عايزة اقول حضرتك عندك واحد اول في الفصل عشرة اوائل في الفصل الباقي وهم الاوائل نفسهم ما هو الاول ده محصور جوهات درجات انا عايزة اقول له ان انت ممكن يكون عندك حاجة تانية تقدر تكتشفها في نفسك غير الدرجات فبقية الفصل محتاج ان هو كل الفصل محتاج ان هو يعرف انا بقدر اعمل ايه التسقيف اللي بيحصل ساعة نهاية المسرحية او الدحك اللي بيحصل ساعة جملة او التانية اثناء عرض المسرحية دي بتفضل في الزاكرة العمر كله يعني انا مش ناسية الضحك والتسقيف بتاع سنة اولى سنوي بس ذات الحاجات الاولانية خالص دي طبعا ولو حصل تطور التطور بيفضل مؤثر وبيعلم وبيتطور بقى من الشخصية طب انا فيه حاجة محيراني بقى بصراحة فضل يعني حارك شخصية يعني بتعمل حاجات مختلفة شوية يعني ان صحة المعلومة اللي جايلي ان حارك ليك انشطة مختلفة غير المسرح لدرجة انك خدتي يعني انا اللي عرفوا انه ممكن اتخذت طلبة جنينة الحيوانات جنينة الارمان الملاهي لكن السجن ليه يعني افهميني ايه الحكمة في الموضوع استفدوا ايه طيب يعني طب قبل ما نجاوز على السؤال ده خلينا نشوف ايه الصورة دي حارك ممكن تقول لنا اه دي احدث واحب الصورة ليا في الفترة الاخيرة لانه ده هنا كان احتفال المعهد الفرنسي في اسكندرية اه في امسية جميلة بعشرين سنة مصرح ليا ده في عشرين اكتوبر اللي فات اه اللي بيتواسط الصورة ده كونسول عام فرنسا في اسكندرية سيد محمد نيهاد و و وحضرتك اللي جنبه وانا اللي جنبه طب والشباب دول مين افندم الشباب اللي في الصورة احقولك احقولك الشباب دول من اول اول واحدة هناك بالتدريج لحد لما نوصل للاخر واحدة بتمثل كل مصرحية من المصرحيات اللي انا مسلتها على مدار العشرين سنة على مدار العشرين سنة فهم عشرين من من المصرحية الاولى سنة 2002 المصرحية الاخيرة سنة 2020 وده وده أثناء بقى الاحتفال بحضرتك منهم ده الحقيقة انا بحتفل بيهم لانه انا بالنسبالي اشوف كل حد منهم واللي حضرتك كنت لسه بتقوله بشكرك انه جا وراه على طول الصورة كل واحدة منهم مسكت المايك وقالت انا لولا فرقة ريكتوفرسو ما كنتش قدرت كل واحدة قالت جملة في منهم طبيبة العيون في منهم بحثة في الفاتيكان في منهم عارضة ازياء في منهم مدرسة بيزنس ادنستر وانسوان كل واحدة من غير ريكتوفرسو مرحلة المصرح دي في حياتها ما كانتش قدرت تعمل حاجة هي وصلت له لحد دلوقتي نرجع بقى لرحلة السجن اللي انا مش عايزة فرم حكمتها بصراحة السجن ده كان يعني الخطوة اللي قدت للمصرح المدرسي في حياتي لانه انا ابتدت رحلة تلدريس سنة 2000 و2001 المدرسة الاولى المسؤولة عن الفرنساوي في المدرسة مادام تيراز بالتعاون مع المعهد الفرنسي اطلقت مشروع في داخل المدرسة علشان استعمال اللغة الفرنسية خارج نطاق المنهج وعلشان نعمل ده كان احسن حاجة هي لقيتها انه نكتشف فرنسا ونكتشف مصر ونعمل توازي ما بين الاتنين ومقارنة ما بين الاتنين فعرضت علينا قائمة من الاسامي للمواضيع اللي كل فصل ينقي منها فهي قالت مثلا قرنه ما بين الملابس الفرنسية والملابس المصرية الاكل الفرنسي والاكل المصري قرنه ما بين الشارع المصري والشارع الفرنسي وكل واحد كان بي نقي الفصل بتاعه الموضوع هنشتغل عليه طول السنة فانا نقيت كان معايا فصل خمسة ابتدائي ساعتها وما كانش فيه ستة ابتدائي خمسة ابتدائي كمان يعني انت واخد شباب صغرية اه فده كان خمسة وما كانش فيه ستة ساعتها وكان فيه فصل اول عدادي خدت حاجة كل الصغيرين اللي هي الحي فقررنا الحي بتاعنا ونزلنا اكتشفنا وكلمنا صاحب المكتبة وكلمنا ودورنا على مين رئيس الحي وكده الفصل الأكبر انا اعتبرته أكبر مدرسة الماردو ديوف حي وابور المياه في اسكندرية تمام الحي ده فيه السجن وفيه اسم شارئي فحقيقي كنت عايزة البنات يخرجوا برا النادي والشارع وده ويشوفوا الحي بيعدوا كل يوم على اسم شارئي فيه ايه بيجراف بس ما نعرفش ايه جوه فقلت احنا هنروح اسم شارئي عشان يبقاش لده مكان بيخوث ولا ده مكان ما نعرفش بيعمل ايه هو مكان قاعدة التأهيل يعني مش بالزبط مش هنشوف يعني عفريد جوه فقلت وما بشر عندهم أخطاء وبيعد تأهيلهم ده لو السجن او في مرحلة الناقبل انا روحت الاسم كمان اه لا ما روحتش سجن روحت الاسم اه الاسم ايوه تمام اوكي انا الفين هو انا كنت محاصرة مبين يعني المدرسة موجودة في حي في الاثنين على بيت شوية السجن احتكاكهم بمكان زي ده في العمر ده يقعاد عليهم بفايدة اكيد زي اه الاكتشاف الحقيقي يعني احنا احنا حياتنا بتمر واحنا بنكتسب معلوماتنا من خلال صور بناخدها من التليفزيون فكل حد منهم كان فاهم ان الزابط ده حد جديد او حد شرير او حد بيخوف بزابط لحد عنده في حينينا المفروض انه هو يطمن بيخوف يعني هو في الاخر موجود عشان اماننا بشكرك وده لانا كنت قصدي اقوله كمان كان عايز اقول انه المجرم ده شرير هو فعلا قام بشر بس مش بالضرورة يبقى شرير ما احنا تعالوا نشوف هو حصل ايه فدي كانت خطوة جريئة لانه هو اولياء الامور قلقوا واستغرابوا وطبعا بكلم حضرتك على 2001 مش على 2002 واشريفة يعني يعني ساعتها الامور كمان كانت شوية لوعي مختلف يعني يمكن دلوقتي في جراءة اكتر من الشباب حتى الصغارين طبعا لكن ساعتها كان فيت خوفات يمكن اكتر فكله ادى الاوكي واخدت البنات واتفقت مع زابط وبنات كلهم المدرسة بنات بس المدرسة بنات بس فاخدتهم وروحك على الزبط مش عارف اقولي كيه والله وكانوا محضرين الاسئلة وراح وسألوا اخدوا اجابات وسجلوا وشافوا لفوا واخدوا صور فده فرق اما علاقته ايه بالمسرح بقى فهو انه كان لازم نقدم حاجة عن المشروع اللي احنا قمنا به فغير مجلات الحائط وكل حاجات دي قدمت سكتش عبارة عن برنامج خلف الاسوار القديم بالفرنسوي وخليت البنات اللي قالوا ان هما حابين يمثلوا يجوا معايا وجهزت لهم التاكست ونص المسرحية ودخلت علي المدرسة الاولى واحنا في البروفا يعني قبل العرض بيومين قبل الحفلة كبيرة بيومين 3 ما عجبهاش اللي حصل خالص لانها كانت متصورة انه جاي تشوف عمل مكتمل قبل الحفلة بيومين بس اللي بيشتغل المسرح عارف انه هو بيكمل قبل المسرح بحاجة بسيطة بدقائق ممكن فيوم العرض كانت يعني تقريبا عايزت مش عايزة اني اعرض فجأت بان الملابس جاهزة والناس حفظة وبتأدي والصوت عالي والدكار تحط وكل حاجة حصلت في يومها ندهتني في مكتب المديرة وقالتلي في دورة تدريبية للمسرح تابعا المعهد الفرنسي هو أصلا هو الفن حاجة برا العقل شوية عارف حريك اللي هو ايه انا مش موجود فجأة انا موجود بكل طقتي حاجة حاجة كده برا العقل شوية يعني احساس طب انا سؤال اخير لحضرتك وعايز اجابة سريعة يعني حريك قلت في الاول خالص ما العالم اللي هو مسرح كبير طبعا هل فعلا الفنان والموهوب خصوصا اللي بيمثل اكتر بيغش من العالم يعني يمشي بيشوف المواقف والمشاهد اللي ممكن يعمل منها محصلة لنفسه اللي موهبته اللي يقدر يشتغل بيها سواء على المسرح او حتى في الدراما ده دي معلومة صحيحة ولا معلومة خاطئة اجابة سريعة نعم 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 حضرتك لو قاعد على قهوة وبتتفرج على الناس قدامك نظرتك وانت مفنان ممثل كاتب روائي هتبقى تخش في العمق طبعا ايه رأيك في مبادرات الدولة لإعادة المسرح المدرسي كبداية ده انا حسيت ان فيه اكسيجان كده نزل فجأة يعني ده حاجة عظيمة لانه يعني وزارة التربية والتعليم محقة فعرض تقدر والعملاته ده جدا جدا كل التأدير والاحترام والدعم والمساندة يعني لانه لازم يكون في حركة لازم يكون في حياة صحيح انا بضم صوت لصوت حضرتك ومتفق معك جدا ومبسوط جدا بالفقرة دي وجود حضرتك معانا الاستاذة مونة مجدلاني مؤلفة ومخرج المصرح المدرسي وامين عام الجامعة الفرنسية بمصر شرفتين ونورتين اهلا بحضرتك مرسي مشهدي الكرام بشكركم طبعا على حسن المتابعة بكده تكون انتهت فقراتنا النهاردة من برنامجكم طبور الصباح نلتقي بكم غدا وحلقة جديدة ويا رب يومكم يكون حل وجميل ان شاء الله